السلام عليكم اخوان اتمنى تكونوا باخر و الاخير اليوم ما كان غير نشط العلمي سوف نختموها النشط العلمي الديدكتك ديالها هادي اخر قبارتي في الديدكتك ديال نشط العلمي السؤال الاول الكتاب المدرسي وش هو مينهاج ولا شي حاج اخرى الكتاب المدرسي ليس مينهاجا بل هو فاردية لتصريف المينهاج الكتاب المدرسي عبارة عن وسيلة ديداكتك كتاب المدرسي وسيلة ديداكتك بل مقصود بدفتر تقصي بل مقصود بدفتر تقصي دفتر تقصي هو دفتر شخصي لكل متعلم او متعلمة يضم ورقة بها اسطر وورقة بدون ذلك يعني ورقة ورقة مستر اش كيدير فيها المتعلم يدون فيه المتعلم ملاحظات والتساؤلات والفراديات والاستنتاجات والصور والرسومات اي حاجة متعليقة نفذك هذا هو المقصود بالفتر تقصي سؤال ثالث يتم متقديم محاول المعلومات في المستويين او يتم متقديم محاول المعلومات ابتداء من اي مستوى او يتم متقديم المعلومات المستويين الخامس والسادس فقاش تكون الحصة تكون في الاسبوع الخامس من كل واحدة المتعلم 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 موقن موقع المتعلم المتعلم من المعلومات بصورة الاسبوع المتعلم احصل سؤال الرابع يقصد بالنقل الديداكتيكي او ماذا يقصدون بالنقل الديداكتيكي أو ما معنى النقل الديداكتيكي أو ما معنى النقل الديداكتيكي أو ما علاقة النقل الديداكتيكي بالنشط العلمي هو تحويل المعرفة من معرفة عالمة إلى معرفة قابلة للتدريس أشكين هذا شيء؟ عندي مثلا دروس ديال لبيولوجي يكو علوم الحياة أرى هي وحد المعرفة اللي هي عالمة يتدولها المختصون والعلماء والبحث هي صعيبة على المتعلم أشكين ديروا لها حنا حنا كنفكوها وكنبسطوها وكنبسطوها حتى كتكون في متناول المتعلم يعني هو تحويل المعرفة من معرفة عالمة إلى معرفة قابلة للتدريس سؤال خامس تعتبر المعرفة العالمة أشكين نقصده بالمعرفة العالمة؟ المعرفة التي أنتجها الباحثون رعنا شرحتها والمختصون وهي غير قابلة للتدريس لأنها فيها مصطلحات وتفاصيل وهي كثيرة بزاف معقدها إذ يصعب إدراكها من طرف التلميذ لذلك هذه المعرفة العالمة ما المقصود بالمعرفة المدرسية؟ وليس المدرسة المدرسية هي المعرفة المدرسة تدريسها كين في المناهج وفي البرامج الدراسية والكتب المدرسية هذه قدرها الوزارة هي مختصة بهذه المجال يعني المعرفة المدرسية بينما المعرفة المدرسة تتمثل فيما يقدمه المدرس لمتعلميه داخل القسم ذك شيئاً له هذا الذي يقدمه المدرس للمتعلمين هذا هو الفرق بين هل 3 المستويات المعرفة العالمة العلماء والباحثين المعرفة المدرسية المعرفة المدرسة الذي أقرأ المنهج وقرأ الكتاب المدرسي وحاولنا بصل متعلمين وكان مصلح داخل القسم المعرفة المكتسبة المعرفة التي اكتسبها التلميث داخل القسم إذا انطلق أن نهجو ما هي ما صارت المعرفة خلال النقل الديدكتيكي تنتقل المعرفة خلال النقل الديدكتيكي من معرفة علمة للعلمة إلى معرفة مدرسية التي تدعو لها المناهج والمعرفة المدرسة لكي يديرها الأشساد إلى معرفة مكتسبة لكي يكتسبها التلميذ هذا أخير محور في الديدكتيكي النشاط العلمي سوف يبقى لنا نكمل اللغة العربية في مستوى الرابع والخمس والسادس ويبقى لنا ندير واحد كي يمساعمل في الديدكتيك وفي العلاق مع المواد يعني الأمور نظريات البيداغوجيات نقل الديدكتيكي المثلث الديدكتيكي إلى آخره المثلث البيداغوجي إلى آخره لذلك هذه الأمور نجدهم محور لي وخاص ولكن حتى نكملوا في الحصة الجاية تتم مديد الديدكتيكي اللغة العربية على شكل كسي ايم خاص بالرابع والخمس والسادس السلام عليكم ورحمة الله